أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 وفي الوحدة التاسعة معادلة نيرنست والسلسلة الكهروكيميائية نبدأ بالسلسلة الكهروكيميائية وهي جدول ترتب فيه تفاعلات الاختزال ترتيبا تنازليا حسب قيم جهود الاختزال كيف ترتيب تنازلي بمعنى أن جهد الاختزال الأعلى يكون في أعلى الجدول يعني هنا ده هو أعلى جهد اختزال بينما أقل جهد اختزال يكون في الأسفل ملاحظة أخرى في السلسلة الكهروكيميائية أن جهد اختزال الهايدروجين يقع في منتصف الجدول تماما ويساوي صفرا ده هنا هو الهايدروجين ولاحظ أن جهد الهايدروجين يساوي صفرا ملاحظة ثالثة الأقطاب الأصعب في الاختزال من الهايدروجين موضوع تحته يعني كل العناصر الموجودة هنا هي اختزالة بيكون صعب ونلاحظ أن قيم جهود الاختزال هنا كلها بإشارات سالبة أما الأقطاب الأسهل في الاختزال فتوجد فوق الهايدروجين يعني ده كلها أقطاب سهلة الاختزال ولاحظ أن جهود هذه الأقطاب كلها بإشارات موجبة طيب ما هي أوجه الاستفادة من السلسلة الكهروكيميائية؟ لماذا تم إنشاء هذه السلسلة الكهروكيميائية؟ توجد أوجه استفادة عديدة من السلسلة الكهروكيميائية نذكر أهم هذه الأوجه أولا معرفة العوامل المؤكسدة ومدى قوتها ده نموذج للسلسلة الكهروكيميائية وعلى يسار السهم المزدوج ده هو السهم المزدوج كل العناصر والأيونات الموجودة على يسار السهم المزدوج هذه العناصر تعتبر عوامل مؤكسدة ونستطيع أن نرتب قوة هذه العوامل المؤكسدة لأنه كل ما اتجهنا إلى أعلى تزداد قوة العامل المؤكسد إذن غاز الفلور هنا هو أقوى هذه العوامل المؤكسدة بينما أقلها قوة هو أيون الزينك أيضا من خلال السلسلة الكهروكيميائية نستطيع أن نعرف العوامل المختزلة ومدى قوتها كيف كل العناصر والأيونات الموجودة على يمين السهم المزدوج يعني هذه العناصر والأيونات عبارة عن عوامل مختزلة ونستطيع أن نحدد قوة هذه العوامل المختزلة من خلال هذا السهم كل ما اتجهنا إلى أسفل كل ما ازدادت قوة العامل المختزل بمعنى أن فليز الزينك هو أقوى هذه العوامل المختزلة بينما أقلها قوة هو أيون الفلوريد الفائدة الثالثة من السلسلة الكهروكيميائية أننا نستطيع أن نختبر من خلالها تلقائية تفاوع الماء وسوف نتحدث بالتفصيل في محاضرات لاحقة عن تلقائية التفاعلات الكيميائية وكيفية اختبارها من خلال السلسلة الكهروكيميائية فكيفية؟ اشتركوا في القناة